ابص بقى على بيانات الاندية دي كلها لا البيان بيبقى براجراف واحد تقريبا احنا مش عاجبنا الاداء التحكيمي ونتمنى ان المنظومة يحصل فيها تعديل وتحسين وعشان احنا الدوري بتاعنا دوري كبير كل البيانات شبه كده ده شفت بيان فيه احنا مش عايزين حاكم الفلاني ولا ولا شيل لاجنة الحكام يعني انا اقصد انه احنا برضو لما بيحصل عندنا اخطاء امش بكنا بينا تاري على قصة الزمالك بس ده كل الاندية تلاقي كل الاندية بعت ايه لانا فيه خطاب والناس في سراميكا الناس في سراميكا اللي بقى ترزعلوا مني يعني قلت لها جماعة ده بيان حربي مش بيان كرة كانت بين طفح الكيل ولا نسكت على هزه المهازل ومش عارف وكلام كبير اوي لها جماعة ما هو خطأ تحكيمي نقول صح عندك حق كان فيه خطأ تحكيمي في المباراة بس احنا بنقفر يعني اوي اوي صراحة بص طفح الكيل وسكتت الاقناعة ليه ليه والله يعني طبعا على فكرة عشان بس الناس ذات مني ممكن يبقى عندهم مليون حق انا بتكلم على الصيغة كبيرة يا جماعة ايه الاول كلام لا هو المشكلة اني انا بأمان العد بعد ما كنت الاول في الدور برضو انا كنت باشتكي لما انا كنت مع اسموحة ولا الاتحاد ولا المصري كنت باشتكي من المشاكل لما قابل اي فريق او اي كده كنت بداي وبانفعله ساعات بطرد وكلام ده بس لما بطلعت برة كده ما فيش حد ما بشتكيش لا الكبير ولا الزغار كله بشتكي طب انا عايز اسأل سؤال ليه بنفرد سوق النية احنا لو زي ما انت قلت كده اعمل حسن النية بكرة انت تبقى مدرب في فرقة ومسك في رنسي انا بقول لك لما عايز اشوفك ارسنال بيعلى على تصريحات ارتبطة ضد التحكيم الانجليزي قال ايه نحن ندعم الجهود بس الجمال نحن ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها كبير مسؤول التحكيم هاورد ويب ونرحب بالعمل معا لتحقيق معايير التحكيم التي يطلبها دورينا الدوري الانجليزي الممتاز هو افضل دوري انجليزي مع افضل اللاعبين والمدربين والمشجعين وجميعهم استحكوا الافضل شايف الجمال شايف اللزازة انت بتقرن ايه بقية يا كريم يا جمعة وكل ما نجيب حاجة لا لا خلي بالك طب انت بتقرن ما نقلد الصح هناك في فار وفي كل حاجة فيه اخطاء وفيه اخطاء برضو طبعا يعني الفار بيغلط والحكم نفسه بيغلط ويمكن يخسرك بطولة ما عندش مشكلة على فكرة انا موافقك جدا انا عايز بقى ايه حطلي لوائح تمشي عالك كبير والصغير وانا معاك اتفق معاك وانا برضو من ناحية تانية انه هناك ما فيش حاجة اسمها هزاف اللوائح ولا يناور عليك عايز اتسأل السؤال برضو طب احنا فيه اوقات بيحط اللوائح ويجي مثلا حد يقول لك ايه وانا بنا عايز اريح الاسبوع ده فانت بتروح ايه لويه طب رياحك الاسبوع هو فيه كده ما هي دي الكارسة اقول لك اقول لك حاجة انا عايز برضو ان ساعد النسب تزعل مني الزمالك البيان لجنة المشابقات بعد مباراة الزمالك والمصر نزوله اوقوبات تمام الراجل بريدا عفوا جوميز زاء الحكم فتحول لجنة الانضباط قلت اخش على اللايحة بتجنة المسابقات ممكن مفيش عقوبة لذاء الحكم فلاقيتي العقوبة واضحة في حالة دفع اي من عاصل اللعبة لحكم المباراة او المساعدي يقاقب بتمن مباراة وغربة مئة الف جنيه تمام مكدبش عليكم انا كيبت كابتر احمد الهندور بحكم المباراة تقول انت كتبها في تقريرك لأ المفاجأ قال لي مفيش حاجة ما تثابت ما تكتبتش في التقرير هكمل لك بقى عشان تعرف ان انا مش كسة زمالك طب بمعيني دي تحولت لجنة الانضباط قدام في فرصة ان هتتحول لجنة الانضباط وطبع اتحولت لجنة الانضباط عشان الزمالك غاضب فبلاش دلوقتي عاقبه طب ما كنت تحولت الواقع بتاع تحسين الشاحات والشي باللجنة الانضباط بدل ما يخل مباراة والناس كلها تقولي لأكوبة كنت سيب لجنة الانضباط فهي الدنيا بص انا معاك ان كل حاجة في اللواقع انا سألت فيها سألت فيها سألت في الحاجة اللي انت بتتكلم فيها اتقلي بالحرف اللي هو حج كده اتقلي طب هو الحكم وهو في الملعب الحكم الرابع نفسه لما بتحصل معا مشكلة المفروض ان انت ما طبقتش القانون في الملعب مطالب من الانتحاد الكرة ان هو يطبق لك القانون برا الملعب ينفع اه في التقارير حتى لو ما انت كنت انت اصلا اديت حجة للجنة الانضباط والمسابقات انها طبق على الحكم وده كان خطأ كبير من الحكم الرابع حلو وكان لازم يندى حكم الساحة يقول له انا اتزاقيت اه دي نقطة ما سوى لقى الدنيا مشتعلة فقال لك ايه هو في كده طبعا غلط عشان كده بقى فكرة القل والقال زي برضو انت جبت الحكم وانت كفار جبت الحكم وقلت له ان الكرة بينالت بتاع المصري صح وبعدها البينالت تتلعب وتخبطت في العرضة والكرة جون مش جون مش مشكلتي مش مشكلتي ممكن يكون التقنية مش باينة فيها اي حاجة طب انت شفت ان فيه لعيبة دخلت جوة 18 كفار ما تندهش اللي حكم تقول له تعالى فيه كذا كذا ونعيد البينالتي نفس الكلام ما شفهاش يا كابتن ازاي ده انت قاعد على فرد ده شغلتك ما شفهاش خد بالك اصلا انت مش حكم ده لا بقى هو غلط اصلا انت مش حكم ساحة ثانية واحدة بس كريم انت مش حكم ساحة الدنيا قدامك جماهير وملعب وزيطة ده شغلتك اصلا على المدفع دي انت عارف بقى ان انا انت عارف انا المبرادة كلها يسيبك من الكوة دخلت على الخطة ولا يا كابتن حسن انا كنت واقف على الجزئية دي انه لعيبة دخلت منطقة ايوة كان جالي رد بقى ايه بقى جالي رد قال لي عيد كل ضربات الجزائق اللي تلعبت في الدولة المصري طبعا ايزا ساق ساق فالحكام وسط المرحلة ان هما ما بقواش يهتموا يبصوا مين دخلوا مين ما دخلوا وده خطط طبعا خطأ كبيرة مش بقول انه مش خطأ